استقبل وزير الداخلية محمود طفيق وزير الداخلية الفلسطيني زياد دهب الريح الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد أمني رفيع المشتوى تناول لقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين كما أعرب وزير الداخلية الفلسطيني عن سعدته بزيارة القاهرة وتقديره لمكانة مصر الرائدة على ساحتين الإقلمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة السلطة الفلسطينية في شتى المجالات كما أشار إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية بخاصة في مجال تدريب كوادر الشرطة الفلسطينية في عدد من الملاجالات الشرطية وأشاد باهتمام وزارة الداخلية المصرية بالارتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشري مما جعل معاهدها التدريبية وجهة رئيسية للكوادر الأمنية العربية الراغبة في الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية وأعرب وزير الداخلية محمود توفيق لللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطيني للقاهرة والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتين البلدين كما أكد على التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية لمواجهة ما يعترضها من تحديات انطلاقا من موقف الحكومة المصرية الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية كما أشار وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادل الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم في مجالات العمل الشرطي في إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية لدعم رسالة الأمن والاستقرار في كافة دول الشقيقة